عارف ان انت معاك حالات كتيرة اول نهاردة بس انا اول حاجة هسألها لك هسألك انت بشكل بقى شخصي ومهني تدربت محمد الشناوي ودربت محمد ابو جبل محمد الشناوي قبنا وربيش فيه عافيه بقى خارج البطولة ابو جبل دلوقتي موجود في البطولة هسألك على الشناوي في التلات مباريات وهسألك على محمد ابو جبل هيبقى جاهز ولا لأ لباقي المباريات طبعا اولا يعني ان شاء الله محمد الشناوي يرجع بسلامة وطبعا انا مش عاجبني النغمة اللي بتحصل على العيبة منتخب مصر مش حلوة ومش في توقيتها الناس دي فرحت المصر كتير الشناوي حارس من افضل الحراس الموجودة في افراقها مش في مصر بس هو حارس مصر الاول هو ابو جبل نقدر نقول ان محمد الشناوي وانا الكلام ده قلت لك من اول مباراة من مباراة موزنبيك ان محمد الشناوي ما هو السليم فيه حاجة مش مزبوطة الاداء اللي بيقدي محمد الشناوي واحد اما مصاب وبيلعب متحمل على نفسه دي مشكلة كبيرة جدا لانما تيجي تبص ان في الاهداف اللي دخلت في منتخب مصر معظم على شمال الشناوي وهو نفس الدراع اللي الشناوي معلعه دلوقتي بتعمل عليه اشعاعات وخلعه وكلام داخل له هو الدراع الشمال لو ترجع لو الشباب عندهم ما عرفش انا عندهم صور للاهداف اللي دخلت في منتخب مصر في البطولة انا بكلم على البطولة دي هتلاقيها على شمال الشناوي الناس كانت بتقول الشناوي ما فرسش ايده الشمال اوي ليه الشناوي ما رحش ليه الشناوي ما خدش بشمال ليه هو انت انا ما كنت تقولتلي قبل كده بعد اول مباراة الشناوي ممكن يبقى عنده اصابة ومش جاهز مية في المية هاي دي الاصابة اللي سمعت معاه في اخر المباراة بالزبط كده اللي هو الكدف الشمال انا تجد اصابة مثلا في عضلات رجل ولا حاجة لا خالص كيت حاجة في ايدي برسا يعني الاصابة دي ما كيتش وليدة مباراة كبير دي بس لا توقع لا توقع ان دي حاجة مسبقة ممكن يكون هو بقى الشناوي متحامل على نفسه لان دي شخصيته على فكرة يعني اذا ما اشتغلنا مع بعض دي شخصية الشناوي ممكن يكون متحامل على نفسه مخبع على الناس اننا مستليم مية في المية ممكن تكون هي يعني انا مش عارف ايه تفسيرها انما الحالة الفنية اللي فيها الشناوي في البطولة لا حالة واحد مستليم مستليم يا اما في اصابة او مستليم تجهيز او جهزية انما في الاخر اللي احنا شفناه انه يخرج بالحالة دي وبالوضع ده لا وضع حالة فعلا بعض الناس لمت على الشناوي في بعض الكرات وانا برضو ايه عارف احساسي تحس ان الكرة صعبة بس برضو تقول ايه عشان الشناوي عشان احنا عارفين الشناوي فالشناوي شيلها بالزبط ما كنت بتشال فكنا بنقول ليه في حاجة غلط بس لتقول لي انه ما كانش جاهز ودي اول مرة تحصل ان منتخب مصر في بطولة مجمعة في اول تلات ماتشاط يخش فينا ستة اهداف اه طبعا انا مقدرش احمل الشناوي الاهداف الستة انما اه بحمله بحمل تيم باكمله منه خط الدفاع انما طبعا لا الشناوي من الحراس اللي تقدر كانت تحمينا اكتر ابو جبل هيعمل بطولة زي بطولة اللي فاتت اه البطولة اللي فاتت من سنتين ابو جبل جون كبير وجون متربي على البطولات وجون متربي داخل جدران اندية كبيرة بينها ناتز الزمالك ولاعب افريقيا كتير ولاعب بطولة افريقيا وعنده من الخبرات ومن الحراس اللي عندهم ثقة في ادائها بشكل كبير جدا وبيعلى مع رتم البطولة يعني ابو جبل هيكون مرضوده افضل في البطولة وحيقدر ان شاء الله هو وكتيبة الرجالة بتاعت مصر يرجعنا بالكاس افريقيا